اشتركوا في القناة ازن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن فرصة دي احب اوضح لدي قناتنا قناة منح من كل البان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر فريدت تصفحوا القناة عشان تعرفوا على حس المنح الدراسية كمان ده الخاص بنا هتلاقوا عليه منح دراسية كتيرة جدا ياريت برضو تصفحوها من خلال منح الدراسية هنا وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس صغير ده حشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحات النهاردة وهي عبارة عن فرصة تدريب ممولة بالكامل في سويسرا تمام يبقى المنحة دي هتكون في احد الدول الاوروبية القوية في دولة سويسرا خلينا ناخد نبزة الاول عن الفرصة دي الفرصة دي مقدمة من مؤسسة اسمها مؤسسة سيرن تمام والمؤسسة دي تأسست عام 1954 وتعرف باسم المنظمة الاوروبية للأبحاث وهي واحدة من افضل مراكز الابحاث الرائدة في العالم يبقى هي عبارة عن مركز للأبحاث في تخصصات كتيرة جدا وتعمل ابحاث على هذه التخصصات وليها زي كده تلاتة وعشرين فرع وليها زي في دول مختلفة كتير تمام كده يبقى زي ما احنا قلنا الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي دولة سويسرا الجهة المنحة هي مؤسسة سيرن وهي المنظمة الاوروبية للأبحاث بالنسبة للتمويل المقدم من المؤسسة دي صراحة تمويل ممتاز جدا اول حاجة رسوم التدريب كاملة بالمجان يبقى زي ما احنا قلنا هي فرصة تدريب تمام الفرصة دي انت هتاخد فيها التدريب كاملا بالمجان مش تدفع فيه اي تكاليف خالص تاني حاجة عندك راتب شهر كبير اكتر من 1500 فرانك سويسري بما يوهادل 1660 دولار هتاخدهم شهريا عشان يكفي لك احتاجاتك الشخصية تمام كمان الاقامة في سويسرا بتسمح ليك بدخول الباقي دول الشنغين زي المانيا وفرنسا وايطاليا بتقدر تخشون بدون تأشيرة وبتقدر تتجول فيهم بكل حرية ودي من احد المميزات القوية كمان هيكون فيه تأمين طبي دولي في حالة لقات درد لحرص مرض او حالس بتكون كل تكاليف الالاج على حساب المنحة كمان بعد التدريب بيكون فيه شهادة الشهادة دي انت لما تاخدها كده انك اتمامت تدريب من مؤسسة في سويسرا ومن دولة سويسرا نفسها فانت كده بتزود من مهاراتك وتفتح لك فرص عمل كتير جدا بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي متاحة لجميع الدول سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة طيب احنا عرفنا ان دي فرصة تدريب يعني مش منحة دراسية مش فرصة دراسية هي عبارة عن فرصة تدريب فقط طيب التخصصات اللي انت ممكن تاخد فيها التدريب هنا المؤسسة دي بتعطي تدريبات فيه تخصصات مختلفة تخصصات عديدة جدا شوف ايه التخصص المناسب ليك وانضم ليه واخد فيه التدريب تبع المؤسسة عندك زي الفيزياء التطبيقية الحوسبة الرياضيات الكهرباء علوم المواد الفيزياء علم الاتصالات عندك تخصصات ادبية عمال السكرتارية المحاسبة الخدمات القانونية الموارد البشرية كل ده متاح عندك وتقدر تشوف التخصص المناسب ليك حتى لو انت تخصصك مختلف وحابت تنضم لتخصص اخر وتاخد فيه التدريب مفيش مشكلة اهم حاجة تبقى حابب التخصص ده وحابب انك تتعرف اكتر على هذا المجال هنا عندنا تلات ملاحظات نركز فيه كويس جدا هذه المنحة متاحة حاليا لطلاب البكالوريوس او الليسانس يعني ايه الكلام ده يعني المنحة دي يا جماعة مش متاحة للناس اللي بتدرس ماجستير او دكتوراء او الناس اللي تخرجت لا المنحة دي متاحة فقط للناس اللي لسه بتدرس بكالوريوس سواء انت في سنة اول او في سنة تانية تالتة ربعة سنة ستة سبعة لحسب تدرس طب او ما الى ذلك مفيش مشكلة بتقدر تقدم على المنحة دي اهم حاجة ان انت تكون في المرحلة الجماعية في مرحلة البكالوريوس حاليا تمام؟ ده الفئة المقبولة في المنحة دي كمان المنحة دي لا تحتاج اي شارط لغة للتقديم فيها مش محتاج منك شارط لغة انجليزية او فرنسية او غيره بتدر تقدم بدون اسبات اللغة كمان المنحة دي اللي سبعة حد دقس العمر اللي تقديم فيها سنك كبير سنك صغير بتقدر تقديم عليه ما فيش مشكلة حتى لو انت سنك متأخر وبتدرس مثلا بكالوريوس حاليا ممكن تقدر تقدم عاديا الاوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي مطلوبا حضرتك اول حاجة سيفي تمام ويفضل ان السيفي يكون على الطريق الاوروبية افضل كمان كتابة مقالات النية عندنا فيه ابليكيشن المنح عندنا مقالات نية عديدة لازم تكتبها بشكل كويس كمان بتجيب اثبات قيد جميعي انك طالب تجيب اثبات قيد من الجامعة بتاعتك انك مقايد حاليا وبتدرس تمام طيب كيفية التقديم في المنحة دي التقديم بسيط جدا بيتم ميلي ابليكيشن المنحة اونلاين مع ارفاق الاوراق اللي احنا قلناه هنا تمام طيب معادي التدريب ده امتى التدريب ده يكون لمدة شهر واحد على الاقل وبحد اقصى ست شهور يعني انت مسموح لك لما تروح هناك تاخد تدريب المنمم او الحد الاتنى شهر ممكن تقعد شهر اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة زي ما تحب ما يعديش الماكسيموم ست شهور وما يقلش عن شهر تمام كده كمان التدريب ده متاح طول العام طب ايه الفايدة ان التدريب ده يكون متاح طول العام الفايدة ان عند التقديم يمكن لك اختيار وقت ومدة التدريب حتى لا اتعرض مع دراستك الجامعي الميزة في المنحة دي ان في ابليكيشن التقديم بتقدر تقولهم انت متاح تاخد التدريب دا امتى? يعني ممكن تاخده اي شهر انت حبه لان التدريب متاح طول العام والمؤسسة شغالة طول العام فبالتاني انت بتحدد اي فترة انت هاش تاخد فيها التدريب ممكن تكون فترة الاجهزة الدراسية فترة انت مش مشغول فيها بتقدر عادي آآ تروح في الفترة دي وتاخد التدريب مش مربوط بوقت معين وده من ضمن المميزات في المنحة دي. آخر معادل التقديم في المنحة دي هو واحد وتلاتين سبتمبر الفين واحد وعشرين عشان آآ يعني تلحق مقعدك وتقدم في هذه الفرصة. عندنا هنا كمان ملاحظة. ما تنسوش طبعا ان قناتنا القناة منح من كل اللوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة الابول مية في المية في الصين كمان خدمة التقديم بشكل احتراف لأي فرصة ومنحة انت اي خدمات دي بتلاقي رابط استمارة الخدمات في صندوق الوصر اس في الفيديو وكمان رابط الخدمات هنا تضغط على رابط خدماتنا بيفتح معاك خدماتنا المتاحة وتشوف الخدمة اللي انت عايز تقدم ليها يفتح معاك خدماتنا. هتلاقي الخدمات اللي احنا بنقدمها. خدمة التقديم للمنح تضغط قدمها الان وتملأ الاستمارة. خدمة الدمان القبول في الصين. شوف الخدمة المناسبة ليك واملأها. وان شاء الله يتم التواصل معك وترتيب كل شيء ليك. طيب خدنا دلوقتي نروح نشوف بقى الاعلان الرسمي للمنحة وكيفية التقديم. تعال نضغطينا عن الاعلان الرسمي للمنحة عشان نشوف كل التفاصيل وزي ممكن نقدم للمنحة دي. آآ ده الاعلان الرسمي للمنحة. هتلاقي كل التفاصيل هنا. هتلاقي الحاجات آآ الفئة المشمولة. ان هما طلاب البكالوريوس. تمام آآ التمويل المقدم من المنحة دي. كام? كل التفاصيل هتلاقيه هنا. طيب خلينا دلوقتي نروح عشان نقدم للمنحة دي. هتيجي تضغط على عشان تقدم للمنحة دي. لما تضغط على هيفتح لك الصفحة دي. ودي بقى الصفحة اللي انت هتقدم فيها في المنحة. تمام? طيب. اول حاجة بيقول لك انك ترفق السيفي بتاعك لو انت عندك بتحط السيفي بتاعك هنا عشان يملالك بيه الخنات اللي بعد كده. تمام? وهنا بترفق صورة شخصية ليك. وهنا بتحط بياناتك الشخصية اسمك اسم العائلة بتحط الايميل بتاعك. تحط رقم تليفونك المكان اللي انت مقيم في حاليا. هنا بتضيف خبراتك تمام? بتاعتك يعني الخبرات العملية اشتغلت في ايه? سواء اشتغل. لو ما اشتغلتش خلاص بتسيب الخنا دي فاضي. او ما اشتغلتش قبل كده خالص. لو اشتغلت في عمال سواء ما تفوية الاجرى وغير ما تفوية الاجرى بتقدر تضيف تعمل اد. وتضيف تمام? بتضيف هنا بقى المكان اللي انت اشتغلت فيه وما الى زلك. اه طيب. بعد كده تحط الايديوكيشن. الايديوكيشن هي معلوماتك اه تعليمية. انت بتدرس في ايه حاليا? او خلصت ايه? تمام? اه التخصص بتاعك بدأت من اقيمة واتخلص امتى? وهكزا. وهنا لو عندك بقى لينك على الفيسبوك صفحة الفيسبوك بتحطها على آآ ويبسايت عندك بتحطه. تمام? وزي ما احنا قلنا هنا دي جوزيت سي في هي نفسها تضيفه من هنا او تضيفه من هنا هي هي. هنا بيقول لك ليه انت مهتم بالعمل في الشركة دي او تابع مؤسسة تكتب طبعا يعني كلام كويس انا مهتم بالعمل مع مؤسسة سيرن لانها طبعا مؤسسة من افضل مؤسسات وبتوفر تدريف تخصصات مختلفة تشوف انت تكتب بطريقة كويسة مقالة هنا كويسة اللي انت عايز تنضم للمنحة. تمام? بعدين تقط على كلمة تخش على الخطوة اللي بعدها. فالخطوة اللي بعدها هنا بيقول لك بقى آآ قلنا تاريخ بلادك ايه? بتاعك ايه? آآ هنا هتلاقي خلي بالك ان مكتوب بالفرنسي ومكتوب بالانجليزي فدي حاجة كويسة للناس برضو آآ اللي هي بتفهم الفرنسي. تمام? آآ بيقول لك بقى قلنا دولتك ايه? بتحدد دولتك تمام? ولو انت طبعا مش من ضمن مش من ضمن قيمة الدول اللي بتظهر في البداية. يا في قيمة دول كده لو انت مش من ضمنهم بتضغط على يدي وبعدين بتختار بقى من قيمة الدول اللي موجودة هنا. تمام? طيب. آآ بعد كده بتقول لهم مستوىك في اللغة الانجليزية ايه? مستوىك في اللغة الفرنسية ايه? ما بيأسطرش طبعا بس حاول تحاول يعني يشوف مستوىك ايه واكتبه بالزبط. تمام? هنا بقى دي هتلاقي مقالات بيقول لك بتاعك اللي بيحفزك انك تملى للمنحة دي. بيقول لك هل انت متأكد انك طالب حاليا في درجة البكالوريوس? لازم تكون انت طالب حاليا في البكالوريوس. تمام? كل ده كل دي مقالات لازم انت تقرأ كل مقالة من دول وتملأها بطريقة ممتازة لانها من اهم معامل الاقبول في المنحة. بعد كده بتضيف اللي هي المرفقات بتاعتك زي ما قلنا السيفي واثبات القيد من المنحة. تمام? ولو عندك اي خطابات توصية برضه وتضيفها بالدعي من الطلب بتاعك. بعدين بتعمل انك موافق خلاص على كل التفاصيل دي. خلاص وكونفرم انك اكتر من 18 سنة. خلاص جاوبت على كل دول واكدت كل التفاصيل بتعمل على دي هنا كده. وبعدين بتضغط على كلمة ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحة دي. وتنتظر منهم الرد فيها ربوات ان شاء الله. تمام? يبقى كده اعرفنا ازاي ممكن نقدم من المنحة دي. وفهمنا كل تفاصيلها. منحة ممتازة جدا. ولو حبين تقديم من خلالنا بشكل احترافي برضو متاح. اخر معادل التقديم واحد وتلاتين سبتمبر. والمنحة فيها راتب كبير الف ستمية وستين دولار. تمام? وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولا بوليكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.